انطلقت ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخة الرابعة والتي تستمر على مدار يومين قبيل انطلاق المنتدى رسميا في العاشر من يناير الجاري وتصلت ورش العمل الضوء على أثر جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية لتنمية المستدامة 2030 ومستقبل تكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة ومنظور الشباب العالم ما بعد الجائحة ومستقبل القرأة الإفريقية وتنمي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة كما تنقش الورش التحضيرية تبني السياسات المائية الرشيدة ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية فضل عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان حياة كريمة هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان